أهلا بكم انطلقت اليوم بالعاصمة الأوكرانية كياو في القمة 19 بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا التي ستدوم يومين برئاسة الرئيس الأوكراني بيترو برشانكو عن الجانب الأوروبي يحضروا كل من رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوذية الأوروبية جون كلود يونكر إضافة إلى أعضاء من الحكومة الأوكرانية وأعضاء من المفوذية الأوروبية ووفقا لجدول أعمال القمة فإنه سيتم مناقشة مواضيع تنفيذ اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا واتيرة الإصلاحات الجارية في أوكرانيا أيضا إضافة إلى مسألة دعم الاتحاد الأوروبي لكييف والوضع في الأراضي المحتلة بشبه جزيرة القرم وإقليم الدنباس كما سيعمل المشاركون في هذه القمة على تنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية اشتركوا في القناة